ضمن هذه العمليات وهذه الأوضاع يجب علينا أن لا ننسى القضية الفلسطينية فنحن لا نرى أي تطور في هذا المجال بل هناك تزايد في المشاكل والحل الوحيد هو إجراء الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين بناء على القاعدة الحقوقية والقانونية التي تم وضعها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك بدعم من الرباعية الوسيطة وبتنسيق تام مع جامعة الدول العربية وأنا ممتن لزميلي على العمل المشترك وأعطيه الكلمة الآن